دعم الدور الدبلوماسي لحكومة الكويت لحل الأزمة الخليجية الراهنة هذا ما اتجهت إليه بعض مبادرات منظمات المجتمع المدني في البلاد هذه الأزمة صاحبتها تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية بدأ يلامسها الكويتيون لعل أبرزها الحديث عن تعطل بعض المشاريع المشتركة ومشكلة حركة وتنقل المسافرين وأيضا أثر الأزمة على التنسيق الأمني للتقليص من المخاطر والتهديدات نوقف مع بعض اللي يجري على قطر أو يجري على البحرين أو يجري على الإمارات يجري على السعودية ويجري على الكويت ويجري على عمان وأيدت هذه المنظمات الوساطة التي يقودها أمير الكويت والداعية إلى أهمية الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض لإعادة العلاقات الخليجية إلى عهدها السابقة الشريحة المثقفة في المجتمع فطبعا نؤيد سيدي حضرة صاحب السمو في قيامة في هذه المبادرة لحرص حضرة صاحب السمو على وحدة الصف وفي السياق نفسه أطلق ناشطون خليجيون نداءات على ما أسموه الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الخليجية كما طالب بعضهم بعقد مؤتمر شعبي في الكويت للتخفيف من التصعيد مؤتمر شعبي خليجي للدعوة للتباحث للوصول وطرحل لهذه الأزمة من وجهة نظر الشعبية الآن اللي قاعد يدفع ثمن هذه الأزمة هي شعوب دول المستعاون الخليجي فتخيل أن توصلت الأزمة إلى الأسر ويأتي تحرك المجتمع المدني الكويتي بعد أن طالت مدة قطع العلاقات في وقت تسعى فيه حكومة الكويت إلى إيجاد مخرج للأزمة وأن يستمر قطع العلاقات بين بعض الدول الخليجية تسعى منظمات المجتمع المدني إلى دعم الوساطة الكويتية والتعويل أكثر على التضامن الشعبي لرأب الصدع الخليجي عمد مرزوقي الحرة الكويت